هذه الإقامة والملكة لديهم مشكلة مع المنعيش العقاري تقريباً سنوات هذه ونحن في دوالب المحاكم اللهم ولك الحمد هو أن الحكم الابتدائي كان نصفنا وخرجت الخبرة هذه الخبرة العقارية التي كشفت مجموعة العيوب والاختلالات التي هي تقنية وكذلك في التصاميم نحن في وقفة أمام المحكمة للسناف على أساس أنه كان دفعه في المسار الدفاع على الحقوق ديالنا والمطالبة بالحقوق ديالنا وكذلك نحن في وقفة على أساس أنه ضد واحد محامي على أساس أنه نقول لأي واحد للسولة لأنه يوقف حائط أو السد أمام الحقوق ديال الملك المشاركين سنوقف له بالمرصد والحقوق ديالنا إن شاء الله سننالوها بقوة القانون إن شاء الله بالنسبة للملف ديالنا العدد ديال الضحايا خصوصا في ليتيتر الناس اللي ما عنده مش ليتيتر يعني كي فوق مية ضحية كي اللي إخدار المسار القضائي كي اللي بقي كي تسنا بالنسبة لدعوة في إطار الخبرة هي جارية في المحكمة خرجت دبل الخبرة ولكن دك التعويضات اللي خرجت يعني هزيلة جدا نحن نطلب على الأساس أنه تكون تعويضات معقولة بالنظر للاختلالات التقنية وكذلك الهندسية للقناة في الإقامة اللي كتشفها الخبير لعينة المحكمة وكذلك الدعوة ديال واحد القاعة ديال الاستحقاق ديالنا ديال واحد القاعة اللي هي كانت تبعت لنا في من الفين وتسعود فهذا النار هذا قدام باب محكمة الاستناف فهذا التجمع الصامت اللي اختارينا أنه يكون صامت للتعبير عن طلب ديالنا من شركة السعادة اللي وعدتنا بالعديد من الأمور واللي ما حقتش أغلبها العديد من ملفات أمام القضاء وما زال ما متبتتش وهذه الشركة هذي اللي في البلون ديالها وفي الوعود ديالها هي موقعنا ذلك شيء أنه مختلف عن الواقع مختلف عن الواقع اللي شفناه لهذا أبرز الاختلافات اللي كانت المتبعين أبرز الاختلافات هو وجود تشققات بالإقامة لكاف في حالة كاريتية لزا صنصور اللي واعدين نابيه ماشي هما لزا صنصور للقناة لكالي تي رديئة لهذا أخترنا أننا نجمع صاميت هنا قدام محكامة باش نعبروا الأراء ديالنا بزاف الناس ستروا على براء بتامان باهد من بعد طيحوا شوية تامان ولكن الوعود اللي وعدونا باش يكونوا ما ملقناهمش لهذا كان طالبوا من هات الشركة هذي تعيد النظار في الأمور وتعتبر أنه الزبون له أهمية قصوى والمطالب ديالورة هي مطالب جدا مشروعة اللي خصت تستجيب لها وشكرا زمان مشي قدام بزاف شريد دابة واحد تلسنين ونص تقنت عدية ضرب واحدة ربعمية وخمسين ألف درهم لكن الأجزاء المشتركة فيها إشكالات عديدة مثلا وعدونا بأنها تكون القاعة ديالنا وعدونا بأنه يكون ملاعب ديالنا بأحمامات شي كامل كان على ورق ما شفناش بأرض الواقع هذا ديالي المنعيشين العقاريين بأجماع خاصهم يتقوا الله في الزبائن ديالهم خاصهم يراعوا الزبائن ديالهم إذا وعدوا الناس بشي حاجة يفروها لهم ويقدموها لهم لأنه سهل أنك تبيع لواحد الزبون ولكن ركا تفقد عشتر الزبائن من مورة وباش تكسب الزبون خاص تكتوفيه بالوعود اللي اعطيته وزابون ركي يجيب لك في الزب ديال الزبائن هذا ماكين قمت بتكديل هديو الزبائن هذا ليس لديو الزبائن نعم 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 نعم